الحاجة اللي عجبتني جداً بقى ولازم أشيد النهار ده بكلر فيها في أول مباراة الجرأة الهجومية انت بتلعب النهار ده فريق محترم اتحاد منستير زي ما كل الناس عارفه خسر الدوري التونسي في المباراة والجولة الأخيرة أمام الترجل فريق محترم فريق مصنف في الدوري التونسي النهار ده لما يكون عنده الجرأة الهجومية وهو بيلعب خارج مرعبه والفكر والمفهوم ده وصل للعيبة بيكون شيء مميز جداً كل التغييرات اللي عملها مستر كولر كانت كلها في الخط الأمامي كلها تنشيط في النواحي الهجومية الرجل النهار ده لو حاب يدافع أو يرمي لعب زي حمد فاخر في خط الوسط ويقفل ما كانش حد ممكن يلوم عليه ممكن نقول بيلعب مباراة خارج ملعبه ويطلع بنتيجة سلبية وممكن يجي عاوض لكن النهار ده المفهوم والفكر بتاعه ده اللي بيوصله للعيبة من التغييرات لما نشوف حسام حسن جمي محمد شريف اللي نزل أفشة دي كلها تغييرات وتنشيطات هجومية فده شيء مميز وشيء مهم جداً يعتبر من الإيجابيات الكبيرة لكن وانا بعدد بقى بعدد الإيجابيات دي كلها لازم نعيد النادي الأهل وجهاز الفني ما ينسوش ان احنا لعبنا شوط أولاني أو شوط أول في تونس لسه عندنا مباراة تانية هتكون في ملعبنا ان شاء الله يوم السبت القادم استاد الأهلي والسلام هتكون مباراة مهمة لسه النادي الأهلي ما صعطش النادي الأهلي بنقوله مبروك بعد الصعود لكن شوط أول أداء النادي الأهلي اللاعبين والجهاز الفني جايت جداً لسه عندنا شوط تانية عايزين نأكد على النواحي البدنية النواحي الفنية نفرض شخصية واسلوب لعب النادي الأهلي على ملعبنا المباراة هيكون فيها جمهور كبير جداً ان شاء الله في استاد الأهلي والسلام النهاردة الحاجة التانية برضو المهمة المكسب خارج ملعبك النهاردة الفريق البطل والنادي الأهلي بطل أفريقيا أنا بقولكو تلت سنين تلت دورات اللي فاتت أنا باعتبر النادي الأهلي برغم وصوله موراة الوداد الأخيرة وخسارة اللقب في الظروف أنا باعتبره بطل أفريقيا تلت دورات اللقب في الظروف تلت دورات اللقب في الظروف تلت دورات اللقب في الظروف